المزيد حول قافلة المساعدات الثانية من مساعدات الأوقاف المصرية لأهالي قطاع غزة يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني جهود كبيرة تقوم بها مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم أهالينا في قطاع غزة وتقديم المساعدات لهم عبر معبر رفح البري من بين هذه المساعدات التي أطلقتها وزارة الأوقاف كانت أمس يوجد القافلة الغذائية الأولى التي أطلقتها وزارة الأوقاف وهي فيها نحو 200 طن من السلع الغذائية اليوم أيضا أطلقت وزارة الأوقاف مجموعة من المساعدات الغذائية فيها نحو 50 طن من اللحوم والتي تم تجهيزها هنا في مجزر البستين بالمعادي ومن ثم توريدها وتحميلها على هذه الشاحنات التي هي مجهزة بثلاجات تم وضع هذه اللحوم هنا في هذه الشاحنات ومن المقرر أن تصل إلى معبر رفح لحين دخولها إلى قطاع غزة كمساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة وتتوالى أيضا المساعدات من كافة أجهزة الدولة ومن مؤسسات المجتمع المدني لأهلنا والسكان الفلسطينيين في قطاع غزة